السلام عليكم اول حاجة هنبدأ نجاهز الشرباط هنجيب دلوقتي اناء ونحط فيه كباية مية وهنضيف عليه حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وهنحط دلوقتي سكر أنا هحط سكر استيفيانا معلقة كبيرة مليانة طبعا السكر بيكون حسب الرغبة ودلوقتي هنوصر عصرة نص لامونة وهنشغل بقى نار البوتاجاز كده علشان نعمل الشرباط وهنقلب دلوقتي بالمعلقة كده علشان السكر يدوب شوية واحط اخر حاجة هو سمغ الزنتان انا بحطه علشان يكون معانا الشرباط تقيل لو ما فيش سمغ ما فيش اي مشكلة اعمله الشرباط من غير السمغ خالص هيكون الشرباط خفيف هنحط دلوقتي على طرف المعلقة كده شوية صغيرين حوالي ربع معلقة صغيرة وهنقلبهم كده بالمعلقة وهنسيب بقى دلوقتي الشرباط يغلي غلوتين كده وياخد معانا قوام تقيل بالشكل اللي احنا شايفينه ده مجرد ان هو يغلي معانا كده خلاص بيكون الشرباط جاهز هنقفل عليه النار بقى وهنجهز دلوقتي عجينة القطايف اول حاجة هنبدأ نجهز مطحون مبشور جوز الهند او دقيق جوز الهند انا معايا هنا كمية من مبشور جوز الهند هحطها دلوقتي في المطحنة بتاعت الخلاط وهبدأ ان انا اطحنها ناعم قوي انا عايزة يكون المبشور جوز الهند مطحون معانا ناعم جدا جدا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي خلاص كده انا طحنت مبشور جوز الهند ناعم جدا بيكون معانا بالشكل ده انا عايزة ااخد منه بقى ربع يكوب بالاكواب العيارية فهنجيب بقى دلوقتي ربع الكوب العياري وهبدأ ان انا اعير به مطحون مبشور جوز الهند او دقيق جوز الهند هنقول بقى دلوقتي بقى المكونات معايا 150 جرام من الجبنة المتزاريلا بالنسبة للكيتو دايت يستعمله جبنة متزاريلا كاملة الدسم وبالنسبة للدايت العادي يستعمله قليل او خال الدسم على حسب المتاح عندهم ومعانا ربع كوب بالاكواب العيارية من مطحون مبشور جوز الهند او دقيق جوز الهند ومعنا كمان فانيليا وبيكن بودر وبيضة وهناخد من دقيق اللوز ربع كوب وكمان هستعمل أساسي في الوصفة السليم أو الإسباغول والسليم جماعة هو بزور القطونة هنستعملها وده أساسي في الوصفة هنبدأ بقى دلوقتي نجاهز الطريقة على طول أول حاجة أنا هاخد الطبق اللي فيه الجبنة المتزرلة وحطه في المايكرويف لمدة دي أو نص كده علشان يسيح معايا وبعد كده هنبدأ نجاهز عجينة الأطايف بعد ما طلعت الجبنة من المايكرويف هنحط عليها دلوقتي مطحون مبشور جوز الهند أو دقيق جوز الهند وهنعير بنفس ربع الكوب العياري هنعير به برضو دقيق اللوز وهنضيف دلوقتي دقيق اللوز على الطبق اللي فيه الجبنة المتزرلة وكمان مطحون مبشور جوز الهند أو دقيق جوز الهند وهنضيف بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين من السليم وكمان هنضيف دلوقتي البيكن باودر هنحط بمعيار معلقة الشاي الصغيرة نص معلقة صغيرة وهنضيف كمان دلوقتي الفانيليا هنحط حوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا وهنبدأ بقى دلوقتي نعجن المكونات كويس قوي مش هنحط البيضة دلوقتي لان الجبنة بتكون لسه سخنة فهنعجن دلوقتي المكونات لغاية لما تختلط مع بعض كويس وبعد من المكونات اختلطت مع بعض هنضيف بقى دلوقتي اخر حاجة معانا وهي البيضة هنحط البيضة دلوقتي وهنرجع تاني نعجن العجينة هتحسوا ان العجينة بقت سايلة شوية عادي مفيش اي مشكلة هنعجنها لغاية لما البيضة تختلط كويس قوي مع العجينة وبعد كده هتلاقوا ان القوام بدأ ان هو يختلف شوية معاكم في الاول بتحسوا ان العجينة سايحة قوي مفيش اي مشكلة ما تزودوش اي مكونات تانية لا سيليم ولا اي حاجة اعجنوا كده لغاية لما تختلط معاها كويس وبعد كده احنا هنسيب العجينة ترتاح وبعدين هنبدأ نشتغل فيها بعد ما العجينة تعجنت معانا كويس بالشكل ده لازم ان احنا هنسيبها ترتاح ربع ساعة ما تشتغلوش فيها على طول لازم تسيبها ترتاح ربع ساعة فاجيب دلوقتي نالون غذائي او اي غطى ونغط كده على العجينة ونسيبها ربع ساعة وبعد كده هنبدأ نشتغل فيها بعد ما عدى ربع ساعة بتكون معانا العجينة بالشكل ده انا فردت ستريتش فنما او اكياس تلاجة على حسب المتاح هندقو او حتى ورق زبدة فرشتها كده على الرخامة وبعد كده هنحط عليها العجينة وهنحط طبقة تانية من النايلون الغذائي او كياس التلاجة او حتى ورقة الزبدة المهم ان احنا بنحط العجينة بين طبقتين كده من الاكياس وهنبدأ دلوقتي نفرد العجينة بس ما تفردوهاش قوي هنفردها بالسمك كده كده بيكون مناسب جدا وبعد ما فردناها كده تقريبا بسمك نص سنتي هنشيل بقى دلوقتي الطبقة اللي فوق دي بتاعة النايلون الغذائي وهنجيب اي قطاع على شكل دايرة وهنبدأ دلوقتي نقطع العجينة بالشكل ده كده وبعد ما قطعت العجينة بالشكل ده هنلم بقى دلوقتي اجزاء العجينة الزيادة واللمهم على بعض وهنرجع تاني نفردهم بعدين بس اهم حاجة لمهم على بعض كده وغطوهم جوه كيس علشان ما تنشافش هنبدأ بقى دلوقتي نحشي القطايف طبعا احشوها بالحشوة اللي انتوا عايزينها انا مجهزة معايا هنا طبق فيه مبشور جوز الهند وكمان فول سوداني هنبدأ دلوقتي نحشي القطايف هناخد اول قطع كده من العجين وهنحط دلوقتي كمية مناسبة كده من الحشوة وهنبدأ دلوقتي نقفل العجينة هتتقفل معانا بمنتهى السهولة نضغط كده على الطروف اهم حاجة ان انتوا تضغطوا جامد كده علشان تقفل معاكوا كويس وكده بتكون اول واحدة من القطايف جاهزة معانا هنسيبها بقى دلوقتي على جنبه هنعمل واحدة تانية بنفس الطريقة هنحط دلوقتي كمية من الحشوة كده وهنبدأ ان احنا نضغط على الاطراف علشان القطايف تقفل معانا كويس بتكون معانا بالشكل ده وهكمل دلوقتي بقى الكمية كده وبعد ما خلصت اول كمية من القطايف هنجيب بقى دلوقتي ساج الفرن ونحط عليه ورقة زبدة وهنبدأ نرص عليه اول كمية معانا من القطايف ودلوقتي انا هفرد بقى كمية العجين اللي اتبقت معايا وهقطعها برضو بالقطاعة وبعد كده هحشيها بنفس الطريقة اللي انا عملتها وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها وحطتها على الصاق طبعا بتسيبوا منها مسافة ايه وتبقى معايا تلات وحدات حطتهم كده تحتها ورق زبدة في اي طبق يدخل الفرن وطبعا الفرن لازم يكون معانا سخن كويس قوي هتدخلها دلوقتي على فرن سخن على درجة حرارة 180 وده شكلها معانا في الفرن بعد ما عد 10 دقايق اول ما تبدأ انها تتحمر من تحت بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعها بتغلت تحت الشواية ديئتين كده وتطلع معانا بالشكل ده انا سبتها بردت شوية علشان اعرف ان انا مسكها وبتكون معانا بالشكل ده شايفين ما شاء الله متحمرة من فوق من تحت وكمان ريحتها جميلة قوي دلوقتي بقى هنحطها على طبق واحد وهنبدأ ان احنا نحط عليها الشرباط ودلوقتي هنبدأ نحط القطيف في الشرباط طبعا القطيف بيكون لسه معانا دافية هنقلبها كده في الشرباط بالطريقة دي كده وبعد ما خلصت الكمية كلها انا قدمتها دلوقتي كده على طبق التقديم بيكون معانا بالشكل ده وهزينها كده برشة بسيطة من مبشور جوز الهند طبعا قدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها وهحط كده على كل واحدة من القطيف شوية صغيرين كده من الفصدق بالطريقة دي كده طبعا قدموها بالشكل والطريقة اللي انتوا عايزينها وبتكون معانا القطيف بالشكل ده جميلة جدا دلوقتي بقى لان انا صايمة فانا دلوقتي هفتحها بالسكينة كده علشان تشوفوا شكلها من جوه عامل ازاي بتكون معانا بالشكل ده جميلة جدا ومحشية وكمان طعمها اكتر من رائع جربوها وان شاء الله هتعجبك قوي وكده عملنا مع بعض احلى قطيف خالية من الجلوتين بدون قلي بدون نشويات مناسبة للدايت العادي وللكيتو دايت والمرضى السكري ومرضى حساسية الجلوتين اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية